كابتن خالد بيبو ودايما بقول اللقب الحارس الأمين على مستقبل النادي الآلي تفرج كبيرة جدا بأشهادة أقطاع اللي نشئين في النادي الآلي شوفنا اللعيمة اللي صعدت فيه أو لعبة في الكأس الربطة وقت احتياجها طمين الجماهير النادي الآلي انه وقت ما يكون ما تحتاج قطاع نشئين هتلاقي موجود أيضا التفرج اللي بتتم على مستوى البنية التحتية كابتن خالد تحياتك كابتن أسام حسني كابتن مهر أمام كابتن محمد حشيش وألف مبروك النهاردة على الفوز وتصدر الفريق البطولة الله يبارك فيك بس معلش هتاخد الولاد الأول عشان محدش بس يبرط لعبين مطس خدهم وخلينا في الآخر معلش هروح يا كابتن أسامة مستمرين معاك التوأم اثنين نجوم المباراة حسام وإبراهيم خلينا نبدأ الأول 17 إبراهيم انت اي بقى إبراهيم برحب بك على شاشة أقالات النادي الآلي تحيات الكابتن أسامة حسني كابتن مهر أمام الكابتن محمد حشيش مباراة كبيرة النهاردة وكان فوز مهم جدا على فريق المقاولون العرب إبراهيم يعني أول حاجة تحياتي الجوم الستوديو كله والحمد لله أنا على الفوز النهاردة مباراة كنا مستعدينها مستعدينها من بدري عشان دي المنافس لنا القريب فإحنا كنا لازم نكسب المباراة دي والفرقة كلها كترجالة واجتهدنا والحمد لله أكسب سوفتك النهاردة بعد ما جبت الجوم بتجري على الحكم أنا اللي جبت الجوم عشان ما يكتبش الحسام عشان ما يتلغبتش فينا قولي بقى الكابتن سامر في مواقف بتحصل ما بينك ولكابتن سامر بيشوفك كلك حسام ولا خلاص حافظ اللي اتنين عارف يفرق ولا داما ميبص على الأرقام لا أول ما كانش بيعرف حد مثلا كان بيلينا روح منادي علي كان بينادي أخوي يعني ما كانش عارف حد فينا بس دلوقتي طبعا معدنا كتير مع بعض أهم التعليمات اللي ألهلك قبل المباراة وهو خلاص ادى لك حرية الحركة انت كابتن سامر غير توظيفك في الملعب وبيت واحد من العناصر الشط اليجومي في الفريق النادل هاي طبعا كابتن سامر دايما يقول لي يركز وتلزه الماتش يا راجل ودايما هو قبل الماتش على تن بكافئنا كلنا اللعيب كرة مثلا عملنا اللي عمل الماتش كويس بيرح ومديلهم كافة بعد الماتش ودايما بيكتحد معنا هو مدرب كبير قوي عايز اروح لحسام يحسام النهاردة مبروك على الهدفين وفوز مهم جدا فوز على فريق المقالون العرب بتبقى مباراة صعبة قوي لما باجي الفريق الأول مع الفريق الثاني خاصة انه كان فريق النقاط قبل المباراة موقتة واحدة النهاردة فريق النقاط بعد المباراة بيرفع بيبقى أربع نقاط بيعز الصدراتكم لجدول المسابع الله طبعا بحايل نجوم الستوديو طبعا واحنا والله تعبنا عشان نبقى الأول وفدنا نكتد واحنا كنا محضرين للمباراة دي عشان نكسب ونبقى الأول ونبعد باربعة بنت يعني واحنا مبادر يعني شغالين على الماتش ده والحمد لله كسمنا وقدينه والحمد لله قولي بقى أهم التعليمات اللي الكابتن سامر ما عطى وظيفه ليك في مركز راس الحربة والمواجم ادى لك حرية في الجانب الهجومي وبيت واحد من هدفين الدور وهدفين النادل الحمد لله أنا الكابتن سامر أنا كتسر دي باك وبعكية حطيني فروت فهو دايما بيقولي هتكسب وهتجيب جوان وأنت اللي هتكسمنا دايما بيحمسني يعني قبل المباراة وكابتن سامر يعني بيشتغل معنا كواس قوي هدف الدوري بكم هدف دلوقتي وحسام وعايزين يعني إن شاء الله تقلق يستمر مع منتخب مصر الحمد لله أنا جاب 11 هدف يعني الحمد لله كله بسبب كابتن سامر والكابتن أحمد رقوف وتوفيق ربنا والله دايما إحنا نحن 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 بقال في بعضينا على طول يعني الحمد لله كانت مهم جدا المستر بيتسو موسيماني لما جاءت تابع لمباراة قطاع الناشئين وأشهد بيكم وقال للي أنتوا وكيد الحافز بالنسبة لك بقام المهم دلوقتي أن خلاص انتوا العيبة متشافة في الدرجة الأولى العيبة اللي في قطاع الناشئين دلوقتي كلها كانت حافز ليكم تتشوف لعيبة 2002, 2001, 2003, 2004 موجودين أكبر حافز ليكم إنك قريب من الدرجة الأولى طبعا والله أنا ومنتحاتي نلعب في الفريق الأول وبكتهد زي مثلا زمالي اللي تلعب 2004, 2003 وإحنا يعني منتحاتنا اللي احنا نلعب في الفريق أولي ندل أولي ندل أولي شكراك يا حسين مشكورك أبراهيم وبالتوفي إن شاء الله في المورة اللي جاي شكرا شكرا استمرين معك يا كابتن رسيما بنضمننا قلب تفاع على النادي الآلي ومتخب بمصر أحمد عبدين أحمد برحب بك على شاشة التقناة النادي الآلي فوز مهم النهاردة فوز غالي أنت بتلاقي فريق المقالون العرب صحة المركز الثاني نهاردة أداء أكثر من رائع فوزكم مش بهدف لا بفوز بتلت أهدف على فريق المقالون العرب آه طبعا الحمد لله احنا مطش ده بالنسبة لنا كان مطش الدوري وبقالنا كتير ومنستعد لي من كذا مطش قابلي ونغير طريقة لعبنا عشان الفرقة بتادي تبص علينا برضو وتشوف طريقة لعبنا فإحنا كنا عايزين يعني بدأنا في المطش التانية نغير طريقة لعبنا عشان مقاولين ما تكونش حفظانا وإن شاء الله كنا عايزين يعني الحمد لله كسبنا النهاردة عبدين أهم التعليمات اللي ألهالك الكابتن سامر عبد الرحمن خاصة أن فريق المقالون العرب واحد من الفرقة المنظومة جدا عنده أنس تامر رأس حاربة محمد عبد الناصر مجموعة من اللعبة المميزة أهم التعليمات اللي ألهالك على الجانب الشخصي أهوك أنا أهللي أهم حاجة أن أنس وعبد الناصر ما يلفوش بيه عشان ما لعبت كرة كويسة وحراف بيجروا لعيبة وكده فإحنا كنا لازم نضغط من قدام كلنا وأنا ومازل نكون ربطين مع بعض لو واحد ضغط الثاني تحتي والعكس المهم أهم حاجة لأن عبد الناصر ما كانش يلف مهمة كبيرة جدا يا أحمد أنك تكون لعب في اللابس قميس النادي الأهلي والمهمة الأكبر كمان أنك بتمثل منتخب مصر وانت واحد من عناصر أسل المنتخب مصر شايف المهمة دي إزاي وتوعد الجماهير النادي الأهلي بإيه جماهير منتخب مصر أو جماهير مصر بإيه خاصة إحنا مقبلين على بطولة شمال إفراق لا طبعا حاجة للشرف ليه أنه يكون بمثل مصر والنادي الأهلي وطبعا البطولة هتكون صعبة جدا وإن شاء الله أنه نكسب بس أنا عارف لها تكون صعبة ومحتاجة جهد كتير قوي مع كابت محمد وهبة ونجهز الفني كله بتاع منتخب وإحنا خلاصة نبدأ مع أسكر من يوم الحد الجاي ونبدأ تمارين عشان نجهز للصفر أنتو كالعيب أبقى في المنتخب اللابة الأهلي مع اللابة المؤولين مع الزمالك الروح بينكم بتبقى إزاي وديه مقدام مهم جدا خاصة في هذا يعني في التوقيت ده لا إحنا كلنا إصحاب قوي يعني أكتر من إصحاب إخوات كمان وطبعا في المنتخب كلنا إخوات مع بعض ومنلعب كلنا مع بعض وكلنا إصحاب قوي أخيرا يا أحمد تشيرت أنه ده الأهلي بيمثلك إيه لإني ده حاجة غالية علينا كلنا لا بيمثلي الدنيا كلها والله وورك يا أحمد وبتوفي إن شاء الله في المورات اللي جاي إن شاء الله كابتن وسامة طبعا